من صباح على حضراتكم مرة تانية ودلوقتي يجيب معدنا مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا منتخب مصر الأولومبي وصل تدريباته تحت قيادة البرازيلي رجريو ميكالي استعدادا لمواجهة أوزباكستان الودية يوم الاثنين الجاي في تاشقند واسم ميكالي اللاعبين إلى مجموعتين الأولى تدربت على بعض الجمل الفنية وقضت ياجو المدرب العام وساعد فيها مدرب الأحمال بينما خاضت المجموعة الثانية تدريبات استشفائية يأتي ذلك في ظل استعدادات تمتخب مصر الأولومبي لمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي وصل ميران الأساسي على الملعب الرئيسي باستاذ الإسماعيلية ضد من برنامج الإعداد لمباراة فاركو المقرر إقامتها يوم 22 من الشهر الجاري وبدأ الميران بتدريبات بدنية متنوعة تحت قيادة مدرب الأحمال وعقبها مجموعة من التدريبات التكتيكية المتنوعة على خلق المساحات والتحرك بدون الاستلام والتسليم في المساحات الضيقة وانتهى الميران بتقسيم قوية في وسط الملعب الفريق الأول للكرة بالنادي المصري فاز على نادي فريق الاتحاد الليبي أحد أندية دوري الليبي الممتاز واللي بيقود في النعم ومن سليمان بنتيجة 2-0 ده في المباراة الودية اللي أقيمت بينهم من بارح على استاذ الكلية الحربية بالقاهرة ضمن استعدادات المصري لبنواراته بالجولة الرابعة من الدولي واللي هتجمعه بنادي فريق طلاقع الجيش يوم 20 أكتوبر على استاذ الجيش ببرج العرب الفريق الأول للكرة السلة بنادي الزمالك فاز على فريق سبورتينج بنتيجة 89-84 وده في المباراة الودية اللي أقيمت بينهم على صالة محمد حسن حلمي بنادي الزمالك استعدادا لمواجهة فريق الأهلي في بطولة السوبر المصري المقرر قامتها يوم 20 أكتوبر الجاري بالبحرين المنتخب الجزائري خاض تدريبه الأول في الإمارات مبارح استعدادا لمواجهة الودية أمام منتخبنا الوطني المصري واللي هتتلاعب غدا اثنين على ملعب هزاع بن زيد في مدينة العين الإماراتية منتخب كوتيفورت عادل مع منتخب المغرب بنتيجة 1-1 وده في المباراة لجامعية المنتخبين في أبد جان في إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الإفريقية منتخب ألمانيا حقق فوز مهم على منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 3-1 في المواجهة الودية اللي جامعت المنتخبين مبارح على ملعب رينترال فيلد في مدينة إست هارتفورت الأمريكية وده ضمن فترة التوقف الدولي الحالية منتخب إيطاليا حقق الفوز على ضيفه منتخب ملطة بربعية نظيفة في المباراة لجامعتهم على مبالعب ساة نيكولا في مدينة باري الإيطالية وده ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة ليورو 2024 وبكده خلصت جولتنا الرياضية هرجع مرة تانية لشازلي وجمانا علشان نكمل معكم بقرات سبعة خيرية مصر شكرا لك يا دينا